السلام عليكم ازايكم المفاوضات بين اسرائيل و حماس المفروض بشكل رسمي انهار وهقول لك كل الاسباب تاني حاجة النهاردة حصل انفجار جريب جدا في تل ابي تالت حاجة الحرب بين اسرائيل و حماس قد تقرب اكتر من اي وقت مضى وفقا لجريت الجاردين البريطانية بس اخطر حاجة عاوز اقف عندها هو طلب الرئيس الجزائري من المصريين ان هم يفتحوا الحدود عشان الجيش الجزائري يخش ويدعم البلسطينيين كلام كتير قوي تفاصيل مهمة جدا هراك لازم تعرف استمر عشان اقول لك عليها واكشفها لك كلها لازم اقول لك القسم القوي قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كان يقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو مش كل الناس تعرف تبيع وتشتري عربيات مستعملة او بديدة العربيات دي بيبقى لها ناسا بس هي انا النهاردة معايا ومعايا خدمة قوية جدا وهو اسمه هتلاقي هتلاقي على فكرة مشهور جدا لان ده اكبر سوق العربيات في مصر وده لقى انه بيزوروا اكتر من ستة مليون زائر شهريا وكمان ممكن تفعل جرز او خدمة الاشعارات اللي هتخليك تعرف العربية اللي عاوزها اول ما تتعرض للبيع بعدها تقدر تتواصل مع بيع من خلال خدمة تنظيم التواصل او shortlisted وده عشان تقدر تعرف بسهولة موقفك من كل عربية شفتها او تواصلت مع صاحبك وتيجي بقى لنقطة مهمة اللي بتميز تطبيق هتلاقي وهي الاسعار وده لان عندهم اكبر قاعدة بيانات تساعدك تعرف اسعار العربيات المستعملة في السوق وبكده تقدر تحدد سعر عربيتك ومتوسط سعر التنفيذ في السوق كامل مش بس كده التطبيق بيبعتلك تحديث اسبوعي لأسعار العربيات عشان تفضل متابع السوق لحظة بلحظة كل العربيات والموديلات موجودة على التطبيق يعني لو الدارة العربية مستوردة موجودة او مش موجودة في مصر تقدر من خلال اكبر شبكة تجار وموزعين وباقي عين موجودة على حتلاقي انك تشتري بسهولة جدا لسه في خدمات كتير زي الاحبار وانك تقدر تحسب التأسيب وتقدر تحسب مؤدم اي عربية سواء بقى هتشتريها زيرو او مستعملة ادخل خد لفة من خلال اللينك الموجود اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم بنصح حضرتك ان حضرتك تنزل تطبيق هتلاقي نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول الجديد لبعان النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك واو مرة هتسمعه فيما يخص حرب جزة الحقيقة الاعلام الاسرائيلي نتانيهو غير نبرته عن مفاوضات غزة ليه؟ قاله على فكرة نتانيهو لما طلع وقال ان هو في حاجات ممكن يبقى مارن فيها وفي حاجات ما ينفعش يبقى مارن فيها دي حاجة قويسة؟ نعم حاجة قويسة ايه؟ ده الراجل طالع يقول لك انا مش هقدم اي تنازلات والراجل طالع يقول لك المفاوضات مش كلها ان انتوا عايزين طلبات من اسرائيل انا مش هنساحب محوى الفادل فيها ولا محوى النت سريب فالراجل واضح ان هو بيرفض طفاؤل انما جريب هاريتس وقال فكرة جريدة معارضة تقول لك لأ خد بالك ان الراجل لأ اول مرة ما بيصفش المفاوضات دي انها مفاوضات يعني كارثية ومفاوضات ممكن تؤدي لهزمة اسرائيل وان اسرائيل عندها هدف عسكرية وكام ده يقول لك نتانيهو لهجته اتغيرت والتون بتاعه في وصف المفاوضات اتغير ما يعني ان فيه فرصة لتوصل لسلام طيب الرد على جريب هاريتس وهي كتبها في المقالة دي خليني اقول لك حاجة بسيطة جدا نتانيهو ما بيصفش المفاوضات دي باي وصف لانه عارف ان دي اخر مفاوضات هو مش محتاج يصفها بحاجة تاني حاجة التون بتاع نتانيهو مش هيغير في اهداف نتانيهو حاجة ولا طريقته في وصف المفاوضات فكلام جريب هاريتس هو كلام استهلاكي كلام مش هيوصلك لحاجة هو كلام دعائي في الاول والاكر لان الواقع ان نتانيهو بيرفض التفاول وكلام نتانيهو ده طالع وهو في توقيت خطير ليه؟ لان انتوني بلينكين لسه واصل اسرائيلي مبارح زي ما حراك شايف في الفيديو ده انتوني بلينكين لسه نازل من الطيارة والمفروض ان هو وصل مبارح بالليل فحيلطقي وزير الكاريجية الاسرائيلي وعلى فكرة النهاردة الصبح طلعت له فيديوهات وهو بيلطقي بوزير الكاريجية الاسرائيلي وبعد كده حيلطقي ببنيامين نتانيهو اي زيارة لانتوني بلينكين لو خدت بيقلك انتوني بلينكين دي تسع مرة يصل فيها اسرائيل كل مرة انتوني بلينكين قبل ما يوعب مع نتانيهو نتانيهو بيطلع في الاعلام ويقول هو مصادره ايه او يطلع يقولك موقفه ايه عشان انتوني بلينكين ما يضغطش عليه هذه لحظة حاسمة في المحادثات وربما تكون الافضل والاخيرة لاعادة المحتجزين لمنازلهم ووقف النار ووضع الجميع على افضل مسار لتحقيق السلام والامن انا هنا كجزء من استراتيجية رئيس بايدن الدبلوماسية لمحاولة التوصل الاتفاق حان الوقت للتوصل لهذا الاتفاق انها ايضا فرصة للتأكد من عدم وجود احد يعرقل هذه العملية فكلام جديد هارتس ان نتانيهو يعني راجل محب للسلام وممكن يعقد صفقة الراجل مش هيعقد اي صفقة وقدوم وزير الخارجية الامريكي مش هيغير من الامر شيء لان نفس اللي حصل في التسع مرات حصل بالزبط المرات بس مش هنا خطورة كلها ايه خطورة؟ الخطورة اللي تلع به موقع اسمه اكسيس موقع اكسيس تلع اقولك فيه بيان رسمي نزل من حماس يقول ان حماس رفضت رسميا المقترح الامريكي وحماس شايفة ان المقترح الامريكي هو بيخدم اسرائيل وبيدل عن نتانيهو او زي ما تقول كده بيسترد نتانيهو بشكل اوباء اخر ليه؟ لان خلي بالك حماس عندها طلبات واضحة جدا انسحاب اسرائيل من كامل قطاع غزة عودة الفلسطينيين من الجنوب للشمال انسحاب اسرائيل من محور فادلفيا والامور او الشروط الواضحة جدا دي لازم تعرف ان نتانيهو هو كمان واضح فيها ان هو مش حينسحب محور فادلفيا ولا ممر نتسريم ولا حيسمح الفلسطينيين ان هما يعودوا للشمال لانها طلبات تعجيزية من نتانيهو عشان يبوزوا مفوضة فالمقترح الامريكي مقدمش اي جديد لمنع نتانيهو او حتى اعادة صياغط الخطوط الحمرة في التفاول الراجل او مقترح الامريكي مجابش سيرة ممر فادلفيا ولا محور نتسريم او ممر نتسريم خالف فانتو بتفاوضوا عليه فحماس طلقت في بيان رسمي خب بالك اللي بقولولك ده بيان رسمي ده مش راجل محب الحماس ده مش راجل محلل عسكري لا ولا حتى قيادي في حماس ده بيان رسمي معنى كده ان المقترح الامريكي تم عرضه على حس نوار وحس نوار رافض مقترح الامريكي فده امر خطير جدا المفاوضات بازت اصلا وزيارة وزير الخارجية الامريكي فشلت قبل ان تبدأ يعني ده امر خطير جدا بس لما الصحفيين راحوا سألوا جو بايدن قالوا ايه راجل في بيان حماس وكلامنا تانية هو بتاعه قالوا بس الامور لسه ممكنة وممكن تحصل انفراجة في التفاوض لان ديها جماعة فرصة الاخيرة فممكن وهو راجل متفائل قالك ممكن نصل للمفاوضات او حل لمفاوضات اذ اكد الرئيس الامريكي جو بايدن ان وقف اطلاق النار في القطاع مازال ممكنا الرئيس الامريكي اضاف في تصريحات صحفية ان بلاده ستواصل جهودها لانجاح المفاوضات الجارية بين اسرائيل وحماس حول وقف الحرب وتبادل المحتجزين بس تاني زي ما قال الاعلام الامريكي جو بايدن عمال يبقى متفائل بشكل كبير جدا بس على الواقع الخلافات كبيرة بين اسرائيل وحماس والمرة دي قلبت بيانات رسمية حماس بتصرح في بيانات رسمية ونتانية هو طلع في الاعلام يصرح في بيانات رسمية ان هو مش هيتنازل فالمفاوضات كده مفروض بشكل رسمي فشلت وقعدة يوم الخميس ملهاش اي لازمة قعدة يوم الخميس اللي هتجرى في القاهرة دي ملهاش لازمة الراجل انتوني بلينكين حيكون موجود رئيس المخابرات الامريكية حيكون موجود وفد رسمي سهيوني هيجي بس في الاخر البيانات الرسمية بتنصف المفاوضات قبل ان تبدأ الكلام ده كله بيجي امتى الكلام ده كله بيجي مع تقرير طلع من وزير الدفاع الصهيوني بتلقى يوجع مع اسرائيل في مفترق طرق حدلوقتي عاوزين صفقة لتبادل رهاء ده وزير الدفاع انا مش جايب لك مثلا محلل لا لا ده وزير الدفاع بيقول لك اسرائيل في مفترق طرق المرة دي اسرائيل مش تتفاوض على صفقة رهاء المرة دي اسرائيل تتفاوض على حرب اقليمية والحرب الاقليمية لو حصلت لازم تعرف انها مش هتشمل فقط ايران وحزب الله وده كلام خطير جدا قالك الحرب الاقليمية لو حصلت ممكن يكون فيها لعيبة اخرين جالنت يقول لنتنياهو بلا صفقة سننزلق الى حرب اقليمية اذا هذه الاجتماعات قائمة هناك انتقادات لنتنياهو شخصيا من قادته الامنيين والعسكريين بان ما يقوم به ليس في صالح اسرائيل فده الكلام اللي بيطلع ده ان وزير الدفاع الصهيوني عمل يضغط على نتنياهو بكل ما يملك من قوة عشان ان ان هو يتراجع عن تهديداته وتصريحاته ويعمل صفقة الرهائن واخد بالك ان فيه تفاقل كبير جدا ان الناس في المجتمع الاسرائيلي في الداخل ان هما يضغطوا على نتنياهو باي شكل ان هو يتراجع عن شروطه الجديدة اللي حطها دي وان هو يقبل بالتفاوض مع حماس بشكل مختلف بس واضح جدا ان الامر انتهى بس عالجانب الاخر كل الناس عم تتكلم وتقول لك هالي بالك حتى نتنياهو لو قبل ده اتمار بن جافيل وبسديس موتريتش مش هيبيره التفاوض مع حماس ليه؟ قالك والله اصلي لسه فيه حارس امن اسرائيلي الراجل ده لسه مقتول في الضفة الغربية فيه واحد فلسطيني راح ضرب حارس امنه وقتله فالحدث ده عامل قلبان كبير جدا في اسرائيل مش بس كده انبارح كان فيه واحد بيحمل كنبلة على ظهره وماشي بيها في شوارع اسرائيل الواحد ده اللي جريب في الموضوع ان شكله مش فلسطيني يعني ما تيجي ببص على صور الولد ده هو شكله مش فلسطيني قوي يعني شكله ممكن يكون اجنابي شوية من وجهة نظري بس الراجل ده كان ماشي في شوارع اسرائيل بمنطقة الحرية ومحد الشاجك فيه وراح وجنب شاحنة كده انفجرت الكمبلة اللي شاهلها وردها طيب المخابرات الاسرائيلية بتتوقعها بتقول ايه؟ خابرات الاسرائيلية بتتوقعها بتقولك عفكرة الراجل ده كان رايح الستاد بس ده المساد بيقولك كده بيقولك الراجل ده كان رايح للستاد ليه؟ قالك ده كان فيه مط شكورة في استاد في اسرائيل وراجل ده كان حيزرع الكمبلة او ده الطريق بتاع اللي كان ماشي فيه وراجل ده كان حيروح الاسرائيل ويزرع الكمبلة دي وتنفجر في ناس كتير جدا فحتبقى عملية ارهابية طخمة بس الراجل الوقت ما سعفوش الكمبلة انفجرت فيه قبل ان يصل لهدفه النهائي. العملية دي تخلي المجتمع الاسرائيلي قابل اكتر للحرب مع حماس وان هو مش عاود صفقة لتبادل الرهار لان في الاخر كده عمل استطلاع الرأي وفقا للسكاي نيوز العربية لو ان 44% من الصهاينة مؤيدين دي فكرة ضرب ايران. فكلام وزير الدفاع الاسرائيلي لازم تعرف ان نتانياهو عنده اسباب كتيرة جدا ان هو يرفضه. الضغوط الامريكية نتانياهو عنده اسباب كتيرة جدا ان هو يرفضها منها ان هو الراجل عنده شاوي زي ما قلت قبل كده منها ضغط اليمين المتطرف بس اصلاعات الرأي كمان بتقولك الصهاينة مش عاوزين صفقة لتبادل رهائن دلوقتي بعد العملات دي اكتر من كده خد بالك ان حزب الله على حسب صحيفة الجاردين بريطانية اصبح قريب جدا من حرب شاملة مع اسرائيل ليه؟ لان حزب الله نفسه تلع قالك على فكرة اسرائيل بتسعى لحرب واحنا هنديها الحرب دي فحزب الله الايام القادمة هيبتدي يوسع من مدى السواريك ودي حاجة بتجنة الصهاينة والحزب الظاهر كده عمال كل يوم يطور بين هجماته بشكل اكتر ايلاما او ان هو بيجرح اسرائيل اكتر من اليوم اللي قابله بشكل كثير الاكتر من كده ان فيه كوات اليونيفال كوات اليونيفال دي الكوات اللي وقفة على الحدود بين اسرائيل ولبنان الكوات دي يا جماعة الجيش اسرائيلي استهدف عربية فيها 3 من كوات اليونيفال هي كتيبة غنية كانت ماشية بعربية كده فيه كوة اسرائيلية ضربت العربية أو حاولت تفجر العربية اللي فيها كوات يونيفيل عن عمد يعني ده مش حد سعادية عن عمد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أن ثلاثة من جنودها أصيبوا صباح اليوم بجراح طفيفة بسبب انفجار وقع بالقرب من آليتهم العسكرية في محيط منطقة يارين جنوبي لبنان وذكرت يونيفيل في بيان لها أن جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات في الحادث فالصراع بين إسرائيل وحزب الله ابتدى يتطور شبه كده الحرب الإقليمية ووجبها أصبحت مشتعلة أكتر جالت الجاردين بريتانية بتقولك الطرفين أقرب ما يمكن لحرب شامل فالكلام ده كله وتهجير المستوطنين من شمال إسرائيل والظروف الاقتصادية اللي فيها إسرائيل والكلام ده كله تقولك إن إسرائيل عاوزة حرب ومش عاوزة سلامة وإن ما فيش مفاوضات سؤال وسؤال مهمة بقى المفاوضات باصة وتوقع إن المفاوضات دي مش هتحصل أو مش هتنجح هل إيران تضرب إسرائيل بالسواريخ؟ الحقيقة الموضوع ده أصبح فيه شكل ليه؟ لأن مبارح طلع محدد العسكري في فاكس نيوز والراجل بيقول إيه؟ بيقولك على فكرة الرد الإيراني حيبقى نوي إيران هتعلن إنها دولة نووية قبل نهاية العام الراجل توقع كده قال لك لأن إيران ممكن يكون عندها توقعات إنها لو أصبحت دولة نووية جو بايدن أو الإدارة الأمريكية الحالية مش تامل حاجة ده توقع إيران فقال لك والله الإيرانيين ممكن يسعوا لمتلكهم بالنوية قبل قدوم دونالد ترامب لأن حتى مع قدوم دونالد ترامب دونالد ترامب مش أول ما يخش البيت لا بيض حيضرب إيران أو يؤمر الجيش الأمريكي بقصف إيران دونالد ترامب ما زال عنده وقت إن هو يتحرك فيه في عقوبات ضخمة ضد إيران بس إيران مش عايز تدي فرصة لأي رئيس أمريكي سواء بقى كامالة هاريس أو دونالد ترامب وتجرب فرصها معاه لا لا إيران واضحة جدا إنها حترد على اللي حصل من إسرائيل في اختيال إسماعيل هنية إنها ممكن تسلح نفسها بكمبلة نووية واخد بالك كل التقارير اللي كانت طالع بلكده إن إيران بالفعل بتازح علمت لك كمبلة نووية طيب نخش بقى في أهم جزء في الموضوع إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن رئيس الجزائري مبارح كان واقف وسط مؤيدي والراجل كده فجأة أقسم بالله إن مصر لو فتحت الحدود للجزائر إن الجيش الجزائري حيقدم كل أنواع العون للبلسطينيين وإن هو حيدعم البلسطين بشكل بي جدا زي محركة تشوف كده بظلط ما نتخلوش على فلسطين سيفة عامة وعلى غزة سيفة خاصة ونقسم لكم بالله نقسم لكم بالله العلي العظيم يالوا كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عنا ما نديرهم ورأني توعدت وتواعدت والجيش راجاز مجرد ما يحلونا الحدود فالراجل عمال إنه هو يعني يتكلم إنه مصريين هما اللي منعين الجيش الجزائري إنه هو يحرر أو إنه هو يقدم الدعم للفلسطينيين طبعا السوشيال ميديا عندنا هنا أول ما سمعت كلام الرئيس الجزائري طلعوا وقاموا استشهدوا بحديث للرئيس محمد حسين السلام مبارك اللي طلع يقولك عاوز تحرر فلسطين طب تفضل وحرر فلسطين وأنا هسقف لك زي ما حدودك هتسمع كده بزرط ناس رحوا في دولة من الدول قال لك عن جيش وروح يحرر القدس خمسة مليون واحد ما تروح يا سيد وحد ما سكيدك حررها والله العزباختك بالحضن وابوسك ويا مرحبا وسقفلك ومشيك وروح حرر هو يا جماعة تحرير كلام من قالنا 43 سنة بنتكلم واغلوبنا كلام لما تقطع نفسنا كلام ايه وجهة نظري في الموضوع؟ او تعليق ايه على الموضوع ده؟ اولا الرئيس الجزائري هو موجهش اي اتهام لمصر هو كان بيحاول ان هو يتكلم بس ممكن يكون خانوا التعبير بشكل او باقر انا اعتقد كده ماشي والراجل كان عاوز يوضح للجزائرين اللي هو ما باليد حيلة انا لو علي اروح اقدم دعم للفلسطين بس مفيش حدود بين جزائر وغزة بحيث ان اروح اقدم دعم للفلسطين انا اعتقد كده يعني دي وجهة نظر ماشي لان لازم تعرف ان مصر مش هي اللي قفل الحدود اسرائيل ولعت في معبر رفح اسرائيل كانت محور الفادلفيا ووقفة بتواغل عسكري عند محور الفادلفيا المصريين مش هم اللي قفلين الحدود يا جماعة فدي حاجة لازم تبقى واضحة جدا تاني حاجة اصلا الام المتحدة مش عارفة تدخل المساعدات مش مصر هي اللي قفل موضوع الام المتحدة مش بقولك امريكا او حتى بريطانيا بقولك الام المتحدة مش عارفة تدخل المساعدات فحتة المصريين قفلين الحدود وان المصريين مش عارفين يحاربوا اسرائيل وكام ده كله الكام ده مش صح بس تاني انا مقتنع بحاجة ان مش السوشيال ميديا هي اللي هتتحكم فيه علاقات الشعوب الرئيس الجزائري هو رئيس علاقته بمصريين كويسة جدا وعلاقته برئيس عفتاح السيسي كويسة والعلاقات المصري الجزائرية كويسة برضه فانا اعتقد ان الراجل فقط كانوا التعبير انما الراجل ما يقصدش ان هو يوجه اي اساقة للجانب المصري انا اعتقد كده خلي بالك ان الجزائر يعني بيكرهوا الصهينة جامد جدا جدا خاصة بعد تطبيع المغرب مع اسرائيل فاصبح عندهم مشكلة اكبر مع الصهينة مش مشكلة فقط مشكلة وجودية ان الصهينة محتلين فلسطين لا ده كمان عشان المغرب طبعت مع اسرائيل فبقى كرهوهم ضعف الكره للجانب السهيون تاني حاجة الجزائر لازم تعرف ان لما لبنان انقطع عنها الكهرباء لبنان عاوز شحنات جاز مصر عم يمكن مصر عندها مشكلة في الجاز اصلا فاي اللي حصل الجزائر هي اللي حتدعم لبنان بشحنات الجاز ما تخليش السوشيال ميديا تعمل فتنة ولو الرئيس الجزائري كان نوجه اي انتقاد للجانب المصري كنت على طول هتلاقي بيان مش هينتظر للصبح حتى هتلاقي بيان من وزارتك كارجية او حتى بيان رئاسي يوضح الموقف المصري بس ما حصلش لان كلام الرئيس الجزائري مفوش حاجة مصريين جزائريين اخوة وبلاش ان انت تروح مع السوشيال ميديا او ناس بتبقى متحمسة حبتين فتطلع انها تعكر العلاقات بين الدول في الاخر اللي انا عاوز اقوله صفقة تبادل رهائن كل يوم بتثبت ان الصفقة دي بتفشد والحرب الاقترامية بتقرب اكتر سواء ايران هتخص باليورانيوم او مش هتخص باليورانيوم سواء ايران هتضرب اسرائيل او مش تضرب اسرائيل هي كلها اقتراحات بس واضح جدا ان المنطقة دخل على منعطف خطير في ظل الانتخابات امريكية في ظل فقد السيطرة الامريكية على نتانياهو والظاهر ان الراجل ده هياخدنا كلنا المنطقة لشان اهواءه الشخصية نتانياهو هيجور من منطقة الحرب الاقليمية لاهواءه الشخصية والظاهر كده ان نتانياهو خد قرار بدرب ايران يا رب اكونش راح تشرك المدعب شكل وبسط ويا رب انسو المصر ويا رب انسو العرض ويا رب انسو فلسطين يا رب تحية مصر سلام تحية مصر تحية مصر تحية مصر اشتركوا في القناة